السلام عليكم ورحمة الله سنشرح اليوم كيفية عمل نص متحرك أو صورة لوغو متحركة على الفيديو داخل برنامج كاماتسيا 8 مثل النموذج الموجود أمامنا هنا تحب معي تماما مثل هذه الحركات التي نشاهدها الآن سوف نقوم بإدراج الفيديو المطلوب العمل عليه سنختار مثلا هذا الفيديو ثم نقوم أيضا بإضافة الصورة المطلوب تحريكها على الفيديو ويفضل دائما أن تكون مدة عرض الصورة هي نفسها مدة عرض الفيديو الخطوة الثانية الآن هي وضع الصورة في المكان الذي نريد أن نبدأ التحريك من عنده مثلا سنقوم بوضعها بالأسفل هنا والآن نقوم أيضا بإظهار خيار فيجوال بروبرتز طبعا الخيار موجود ولكن أحيانا يكون غير ظاهر نقوم بسحب النافذة حتى يظهر لدينا هذا الخيار فيجوال بروبرتز ندخل إلى هذا الخيار لاحظ معي هنا الصورة موجودة على اليمين بالأسفل نقوم الآن بالضغط على أمر Add Animation إضافة حركة نضغط على هذا الخيار ثم نسحب الصورة إلى المكان الذي نريد أن تنتهي به الحركة سأضعها مثلا بأعلى اليسار لاحظ معي هنا ستظهر لدينا نقطة زرقاء زائد سهم أصفر طبعا السهم الأصفر يمثل سرعة الحركة لنشاهد الحركة التي نتجت الآن بإمكاننا أن نقوم مثلا بعمل الحركة بشكل أبطأ بسحب النقطة الزرقاء إلى اليمين وشاهد معي الحركة كيف سوف تبدو ولعمل حركة إضافية نقوم بتحديد مكان بدء الحركة نقوم بسحب مؤشر من هنا مثلا نضغط على خيار Add Animation مرة أخرى لاحظ معي هنا يوجد نقطة شفافة هنا إذا ضغطت عليها سيعطيك سهم دائري بإمكانك أن تقوم بتحريك الصورة بشكل دائري مرة أو مرتين وتقف لاحظ معي الحركة التي تم تسجيلها على الصورة أمر آخر وهو جعل الصورة تقوم بعمل دوران أثناء الحركة نقوم بالضغط على خيار Add Animation ونضع الصورة مكان النهاية التي نريد أن ينتهي بها الحركة ونقوم هنا بتحريك الصورة حسب مرات الدوران التي تريدها وبعد الانتهاء من عملية الدوران هنا نقوم هنا بتحديد سرعة الحركة حسب رغبتك في الفيديو لاحظ طبيعة الحركة ولعمل نص متحرك مثل شريط الأخبار نقوم بإدراج نص وبعد عملية الإدراج نقوم بتحديد مدة عمل النص كما فعلنا سابقا في الصورة ونذهب إلى خيار Visual Properties ونقوم هنا بوضع النص خارج الفيديو على اليسار ثم نختار هنا Add Animation ونقوم بوضع النص بالجهة المقابلة خارج الفيديو على اليمين وبإمكانك هنا تحديد فترة أو سرعة الحركة للصورة شاهد معي كيف سوف تبدو تحياتنا إليكم دمتم بحب الرحمن شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة